موسيقى حياة سكان بلدة أرد وحرف أرد في قضاء صغرطة لم تعد قسابق عهدها فمياه الصرف الصحي التبعة لعشر بلدات مجاورة تصب في نهر رشعين الذي بات أسود اللون ما بقى فينا نقعد هون يعني الساقن عندنا هون كتير مزعج الولاد كل ياتهم كل يوم تليتي على المستشفي كل يوم بعد يوم على المستشفي الكبار كل نصور معا نربو يعني يعني القاعدة هون مزعجة كتير ما بقى فينا نقعد ما بقى في عالم طيبة أصلا أنت تقعد مات نص العالم مثل الخنقة مثل الجسم مرتخي هرياح عم تستعى العدمة صغرطة ورشعين وكفردلاوس هي أيضا مع بلدات أخرى متضررة مباشرة بسبب وجودها على ضفاف النهر الملوث بروث الأبقار أيضا والذي تتفرع منه قنوات تروي مساحات شاسعة من المزرعات لايكي لونة شو لون؟ لونة بيضة وكلها وصخ عم مضطر نصق مزرعاتنا وانا ما فيش شي تاني تنصق فيه يعني لا في قبار ماي هون بأدقتها الدولة وأصدر الدولة طبعا الماء كمان ما بيكفر للمزرعات فالرمان والليمون والخس وكل شي بينزرعها بمطقة هون عم بينساقب ميت مجور عم تقزي الزرع أول شي مع الوقت هالأرض بطيبس النترات اللي فيها بيبس الشلش تاني شي بضاع بطلع دغرع بانتزع لأنه فيها ميترات كتير وتالت شي حشرات جرادين جميع الأمراض موجودة ما عم مقدر نعلجها اتحاد بلدية صغارتة يؤكد أن التكلفة المادية هي العائق الأساسي أمام وضع حل جذري لهذه المشكلة لكن مجموعة من المتضررين والخبراء عرضت مشروعها الموقت على بلدية صغارتة التي طلبت إلى الاتحاد مباشرة تنظيف مجاري الأنهر هو إنشاء خط بقلب النهر هذا الخط يجمع فيه يسمى كولكتور يجمع فيه كل الصرف الصحي يرجع يتكب بمنطقة تكون شوي بعيدة هيك خففنا الضرر مؤكدا يعني ما نحلت المشكلة بعدنا عم نقذ المطاريح اللي هي من بعد المرداشية طبعا مثل ما عم بقلك الحل الجذري هو بمحط التكرير إنما هذا بمثابة وباء ما فينا ننطر للعالم كلها تنضرب لنحل المشكلة خلنا نبعد المشكلة من هلأ لكننا عملنا محط التكرير حل هذه الأزمة وفق أهالي صغارتة يكمن في أن يتحمل كل المسؤوليته بعيدا من التجاذبات السياسية والمحسوبيات لأن صحة أطفالهم فوق كل اعتبار جوال الحجموسى قناة الجديد